موسيقى احنا امامنا هذه الايام المعدودة اش قد ماضي من عمرنا اللي عمره الآن 30 عام اش قد يعيش 90 عام يعني الثلث عمره منته اذا يعيش 90 عام ثلث العمر اجيتوا الى مشهد ثلاثة ايام يوم انقضي بعد يوميا يوميا ينقضي احنا عندنا هذه الايام كل ما نتمكن يجب ان نعمل في هذه الايام كان هناك ملك من الملوك في يوم من الايام كان في قصره مع وزرائه وخدمه واذا به تبلوه ضوضاء جلبه خارج القصر قال شنو القضية او تطلع عشرف حتى يشوف شنو شاف فقير درويش يريد ان يدخل والحجاب يمنعونه يقول ليش تمنعوني هذا مو خان خان مثل الفنادق الان قديما خانات ليش متخلوني فغضب الملك وقال جيبوا هذا الفقير درويش وعندما مثل امامه قال ماذا كنت تريد قال كنت اريد ان ادخل هذا المكان شوية ارتاح فترة وانطلق اروح على شغلي قال ولماذا قلت انه خان فندق قال هذا القصر لمن كان قال كان لابي قال وقبل ذلك قال كان لجدي قال وبعدك لمن يكون قال لولدي قال وهل الخان الا هذا الخان شنو واحد يجي ثم يذهب يجي مكانه واحد ثاني هاي الكلمة اثرت في ابراهيم ابن ادهى الملك شاف هذه الدنيا متسوى وفي الليل في ظلام الليل خلع ثيابه ولبس الثياب البالية وفر الى البرية برية الى الصحراء وأصبح من العباد المشهورين ابراهيم ابن ادهى وقبره الآن ما زار في سوريا يزار على قبره هناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة